بطارية التليفون ايش فيها ومن ايش بتتكون وكيف احافظ على عمرها فاذا كنت مهتم في الموضوع خليك معاي ويلا ننتقل الى الشرح سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم اخواني شو اخباركم معكم سعيد من قناة The Breaking Wolf وبهالفيديو اليوم ان شاء الله جاي احكي عن البطارية بطارية التليفون مشاكلها كيف ممكن نحافظ على عمرها وكثير شغلات المفروض انك تعرفها عن بطارية تليفونك هس لو تيجي تسأل اي حدا معا تليفون شو اكثر مشكلة بتواجهك باستخدام تليفونك الذكي كان تليفون اندرويد او ايفون او ايش ما كان يكون شو رح يكون جوابه يا ترى جوابه مباشرة بدون تفكير رح يحكي لك البطارية حتى لو كان تليفون وبطاريته كبير جدا شو السبب طيب بطارية التليفون زيها زي اي اشي ثاني بالدنيا لها عمر افتراضي زيك انت لك عمر افتراضي ولكن طبعا عمرك بيد الله ما احد بعرفه طبعا اعمار البطاريات تختلف من بطارية لاخرى حسب تصنيعها حسب الشركة اللي مصنعيتها وكم حاطة فيها عمر افتراضي وحسب جودة تصنيع هاي البطارية والمواد اللي دخلت فيها خلينا نشبه البطارية بقلب الانسان خلينا ناخذ مثال الانسان الرياضي اللي محافظة حاله وعصحته ومتبع اكل صحي وكل حياته صحي وخلينا ناخذ كمان مقابله الشخص اللي حياته مش صحية ما بلعب رياضة مدخن كثير شغلات بيعملها غلط في حياته غلط يعني انها بتأثر على حياته ففكرك القلب عند الانسان الصحي الرياضي والقلب عند الانسان الغير صحي المدخن كيف رح يكونوا شغالين عمر الانسان الرياضي اللي مهتم بحاله واللي حياته صحية مقابل عمر الشخص المدخن اللي مش مهتم بحاله اللي ما بلعب رياضة اللي مش سائل بصحته أصلا شو رح يكون الفرق بالتأكيد بالتأكيد الإنسان الرياضي رح يكون عمره طبعا بعد مشيئة الله رح يكون عمره ضعف عمر الشخص اللي بيكون مدخن أو اللي بيكون أصلا مش محافظة على صحته حتى بدون تدخين برضو البطاريات نفس الموضوع البطاريات بتضم تقنية كيميائية دقيقة مش الكل بعرفها بس طبعا مش لازم يكون عندك علم بأدقة تفاصيل عشان تعرف هاي المكونات أو على الأقل أنك تتعرف على بطارية تليفونك بشكل بسيط كثير حاليا صرنا نسمع مصطلح M A H أو ميلي أمبير بير أور أو ميلي أمبير أور طبعا حرف الأه هو اختصار لوحدة القياس العالمية المتعرف عليها أمبير والأم والأتش هي اختصار لميلي ولا أور أور ساعة ميلي اللي هو جزء يعني فبالتالي صارت عندنا الكلمة ميلي أمبير بير أور أو كم البطارية رح تستهلك ميلي أمبير من ساعتها في كل ساعة وطبعا هالإشي بإمكاننا أنه نعبر فيه عن قدرة البطارية طبعا M A H أو ميلي أمبير بير أور هاي للبطاريات الصغيرة البطاريات الكبيرة مثل بطاريات السيارات مثلا بتكون A H مش M A H أمبير بير أور اللي هو كم أمبير كل ساعة بتستهلك البطارية طبعا ال A H بتضم ألف M A H يعني بطارية التليفون الصغيرة يعبر عنها بميلي أمبير بير أور بطارية السيارة مثلا يعبر عنها بأمبير بير أور الأمبير يضم 1000 ميلي أمبير وبتم حساب وقت عمل البطارية من خلال حساب عدد الأمبير اللي فقدتها البطارية لمدة ساعة أثناء تشغيلها أو أثناء وقت العمل تبعها يعني مثلا لو كان عندك بطارية وما بتعرف قدرتها كم عشان تحسب قدرتها بدك تجيب البطارية وتشبكها على جهاز أنه يستهلكها حتى تشوف كم من الوقت رح تشتغل هاي البطارية إلى أن تفضل فإذا ظلت هاي البطارية شغالة لمدة ساعة واحدة فقط فمعناته هاي البطارية قدرتها 1000 ميلي أمبير أما إذا ظلت شغالة لمدة 7 ساعات مثلا فهاي البطارية قدرتها 7000 ميلي أمبير في الساعة بس طبعا معدل نفاذ أو نقص أو استهلاك البطارية باختلف من بطارية لبطارية ومن مستخدم لآخر وحتى من تليفون لآخر من بطارية لبطارية يعني حسب تصنيع البطارية وجودتها والأشياء اللي موجودة في البطارية هل هي جيدة أم سيئة من مستخدم لمستخدم أنا استخدامي لتليفوني غير استخدامك أنت لتليفونك يعني أنا مثلا بحتاج أني أستخدم تليفوني طول النهار وبشحنه كثير أما أنت يعني ما بتستخدم تليفونك غير شوية شغلات بسيطة بتحكي فيه تليفونات وهكذا ومن هاتف لهاتف طبعا كل تليفون فيه مميزات بتختلف عن التليفون الثاني وكل تليفون فيه قدرات بتختلف عن القدرات التليفون الثاني فكلما كانت قدرات التليفون أعلى وأسرع وفي مصادر أكثر لاستهلاك البطارية زي مثلا الواي فاي لبلوتوث الشاشة حجمها كبير وهكذا كل هاي العوامل طبعا أكيد بتلعب دور وبتأثر على عمر البطارية الافتراضي وقدرة البطارية على العمل لساعات طويلة أو معدل استهلاك البطارية يعني اللي منفهمه أنه مش دائما العدد اللي بيكون مكتوب على البطارية أو اللي بيكون مكتوب على كرتونة التليفون هو مقياس فعلي فبالتالي إنت لما تشتري تليفون جديد يكون مكتوب عليه مثلا بطاريته 3500 ميلي أمبير مش بالضرورة أنه يكون هذا الرقم فعليا بعبر عن قدرة البطارية لأنه فعليا أنت واستخدامك لتليفونك هو العامل الأهم في استهلاك بطاريتك لو أخذنا مثلا كمثال تليفونات أيام زمان خلينا نحكي تليفون 3310 من نوكيا هالتليفون الجبار لما كنت أتركه ما أحكي فيه أي مكالمة أخليه مرمي عشان بس أعرف كم رح تدوم بطاريته أثناء عدم استخدامه فكانت بطاريته تدوم من 10 أيام لأسبوعين تخيلوا لو تجيب تليفون جديد من هاي التليفونات الجديدة اللي فيها شاشة ملونة وشاشة كبيرة وتطبيقات واللي فيها كثير شغلات بلا وسودة لو تتركه بدون استخدام كم رح تدوم بطاريته؟ يوم؟ يوم ونص؟ يومين بالكثير؟ شفت الفرق؟ تليفونات أيام زمان الواحد لما كان يستخدمها ما كان عنده خيارات كثيرة يعني إذا بدك تكون فايع كنت تمسك التليفون وتحرك بين النغمات تخيل؟ ما كان عندك خيارات أبدا ما كان فيه ألعاب ما كان فيه تطبيقات ما كانت فيه شاشة ملونة ما فيه شاشة كبيرة ما فيه أضواء كثيرة بالتليفون سمعت التليفون يلا يلا بتشغل هذيك الأصوات ما كان فيه أغاني ما كان فيه موسيقى تستهلك السماعة ما بعرف إيش مليون شغلة وشغلة ما كانت متوفرة بتليفونات هذيك الأيام وكمان أنت كمستخدم أيام زمان بتليفونات زمان كنت كل اللي تعمله أنه بس تحكي تليفون يعني شو تعمل أكثر من هيك؟ تلعب الدودة؟ ما حدا كان يلعبها يعني تلعب شوي وتعوف حالك وترمي التليفون أكثر من أنك تحكي مكالمة ما كنت تعمل كان التليفون فقط للضرورة يعني إذا كنت حامل تليفون أيامها بزمانك كنت سيد زمانك فالتليفون أيامها كان للضرورة فقط للمكالمات ما كان فيه ألعاب ما كان في مشاركة ملفات انترنت يوتيوب تطبيقات نيد فور سبيد ما بعرف إيش مليون شغلة وشغلة ومليون تطبيق وتطبيق شغال بالخلفية ترو كولر يعني كانت هاي الشغلات مش موجودة خلاصة هذا الفيديو لما تيجي تشتري أي تليفون جديد طبعا ركز على حجم البطارية بس زي ما حكينا الرقم اللي بتقرأه أثناء شرائك لهذا التليفون اللي بتقرأه على البطارية أو على كرتونة التليفون ما بيكون دايما هو المقياس الصحيح يعني استخدامك انت وشغلك انت وظروف العمل اللي انت بتعرض التليفون إلها هي العامل الأكثر تحديدا لعمر البطارية أو قدرتها يعني خلينا نأخذ مثال لشخص بيشتغل في مكتبه تحت هالكونديشن الجو بارد الجو كويس مثالي وشخص آخر الله يعينه بيشتغل ميكانيكي طبعا كل الاحترام والتقدير لأخواننا اللي بيشتغلوا هاي الأشغال شخص بيشتغل في مكتبه معزز مكرم يعني كل اللي بيعملوا انه بيكتب هال شوية شغلات بيكتب على الكيبورد تليفونه ما بيستهلكه لأنه في تليفون ثاني عنده بيحكي فيه مع العملاء بيحكي فيه مع الزباين بيحكي فيه مع الأشخاص اللي جوا الشركة وشخص آخر زي ما حكينا ميكانيكي بيشتغل تحت الشمس تحت الشوب تحت الحر بتعامل مع آلات ثقيلة بتعامل مع شغلات يعني الله يكون بعونهم التليفون بتعرض لسقطات كثيرة التليفون بتعرض للشمس ممكن يفلت منه ويدب في الماء ممكن يصير له مليون شغلة وشغلة طبعا غير انك بتأثر على التليفون نفسه كمان انت هيك يكون بعلمك انك بتأثر على عمر بطاريتك الافتراضي فإذا كان بطاريتك عمرها سنة كمثال تظلها شغالة لمدة سنة فبالتالي انت لما تعذب التليفون ويكون استهلاكك جائر للبطارية والتعذبه بالاستخدام فانت هيك كمان بتنقص من عمر البطارية فبدل ما يكون عمرها سنة ممكن يصير عمرها شهرين فما بتعرف انت استخدامك ايش ممكن يوصل البطارية لوين يعني وين رح توصل فيك الحال كمثال عنا بالاردن لما حدا بده يدور على تليفون مستعمل عشان يشتري اول اشي بفكر فيه انه يكون التليفون استعمال بنت لانه البنت معروف عنها بتحافظ اكثر ما بتطلع كثير مثلا بتكون مثلا محافظة على تليفونها ما بفلت منها ما بدب منها ما بتكسره ما بتشتغل ميكانيكي يعني كثير شغلات بتخلي البنت انها تحافظ على تليفونها وطبعا اكيد البنت لو شو ما كانت مهتمة في التقنية وفي مواقع التواصل الاجتماعي وغيره وغيراته اكيد 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 ما رح تكون زي مثلا الذكر فبالتالي رح تكون محافظة على تليفونها على بطاريته على صحة التليفون اجزاؤه مش مكسرته شاشته كويسة فبالتالي عنا في الاردن لما الواحد بدو يدور على تليفون مستعمل عشان يشتري اول اشي بخطر في باله انه يكون التليفون استخدام بنت انا هيك بكون انتهيت من الفيديو ان شاء الله يكون الفيديو افادكم وعجبكم طبعا رح تركي لكم رابط تحت هالفيديو بامكانكم تنزل وتشوفو رفعته ايام زمان عن طريقة الحفاظ على البطارية والحفاظ على عمرها وكيف تحافظ على بطاريتك من استهلاكها بشكل سريع فرابط الفيديو موجود اسفل هالفيديو بالوصف انزلوا وشوفوه المهم اخواني بكون لهون انتهيت من الفيديو وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم فاذا كان في عندكم اي اسئلة اي اقتراحات اي انتقادات اي اشي بتكم تحكوه حابين تحكو فيه كل ياتوا بنتقبله بصدر رحب ان شاء الله وبنجاوب عليه فاتركوا اراءكم واسئلتكم واقتراحاتكم اي اشي بتكم اياه تحت هالفيديو بالتعليقات احكي لك اكتب لي حرف بس اكتب لي نقطة ما بدي منك اشي ثاني اذا شفت هالفيديو كان مفيد اليك وكان فيه شوية معلومات بسيطة مفيدة للك انت فاعمل لايك للفيديو مش رح تتعب يعني مش رح تخسر اشي واشترك بالقناة اذا ما كنت مشترك فيها وفعل الجرس عشان يوصلك اشعارات بالفيديوهات الجديدة ان شاء الله برضو اذا شفت هذا الفيديو مفيد لغيرك ياريت انك تعمل له مشاركة وتفيد غيرك بهاي المعلومات حتى لو كانت بسيطة لانه اذا انت شايفها بسيطة مثلا وما فادتك وما همتك غيرك ممكن يكون لسه جديد على هالعالم وما بفهم في هاي الشغلات او ما عنده لسه معرفي بهاي الامور فبالتالي مش رح تخسر اشي كل هاي الكاب سيعمل شير ويلا خليني اودعكم واحكي لكم ان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات القادمة كان معكم اخوكم سعيد من قناة The Breaking Wolf سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة